ممكن هاي مشكلة بعاني منها الأشخاص اللي حابين انهم يفقدوا وزنهم أو حتى مرات يزيدوا وزنهم ولكن المشكلة بانه بعملوا دايت بلعبوا رياضة ولكن الوزن ثابت وما عم بتغير أبدا فلما نحكي ثبات وزن ايش اللي عم نقصطه في ثبات الوزن بشكل عام معظم الأشخاص أول ما تبلش النظام الغذائي تخسر الوزن اللي هي بدهية وبيكونوا متحمسين انهم يبلشوا بالدايت بننزم أكتر بنقلل السعرات الحرارية بنصير نلعب رياضة بننزل 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 بالوزن لحديت ما نوصل عند وزن وبعد هذا الوزن للأسف بنعلق اللي بصير في عنا انه احنا منسمي هذا الوزن هو set body point اللي هو الوزن اللي الجسم بيوصل له وما بيقدر ينزل أكتر من هيك هذا set body point طبعا فيه اعتمادات مختلفة بيعتمد عليه وهلأ رح نحكيهم واحدة وحدة وليش الجسم بيوصل لهذا set body point بس قبل ما نحكي هذا الاشي للأسف تتخيالي انه 80% وبحسب الدراسات 80% من الاشخاص اللي بتخسر وزنها تثبت الدراسات انه بعد سنة الى سنتين ممكن يرجعوا يكتسبوا كل الوزن او نصف الوزن اللي خسروا طبعا في عندي عمليات بيولوجية معقدة بتصير عندي بالجسم وبالتالي الجسم بصير يحاول انه يرجع للوزن اللي كان فيه من قبل نعم خلينا نحكي بشكل مبسط شو اللي بصير اول شي بقرر اني انا اعمل برنامج غذائي بقرر اني اخفف من وزني وبالتالي باخد قرارات صارمة من ضمن هاي القرارات انه بدي اقلل السعرات الحرارية اللي انا باكلها يوميا بدي اسير العب رياضة بدي اكون متنشطة كل يوم بدي ااخد المكملات الغذائية اللي انا بحتاجها والى اخره وطبعا هاي العملية بتكون ناجحة جدا وببلش اني انزل بالوزن تدريجي بحالات نزول الوزن التدريجية هذا الشي بيقلل من خطر اعادة الوزن بنسبة 70% فاذا احنا نزلنا بتدرج نزلنا بالطريقة الصح الصح انه الكبد بيقدر يفلتر 2 كيلو كل اسبوعين هذا نحنا بنحكي طبعا لوزن او في عندي زيادة في الوزن اما لما بنحكي بحالات البدانة والبدانة المفرطة ممكن يتأقلم الكبد على نسب اعلى من 2 كيلو كل اسبوعين او كيلو واحد من الدهن كل اسبوع لما نحنا نحكي كيلو واحد من الدهون كل الناس بتفكر انه هو كمية كتير قليلة شو يعني انزل كيلو بالاسبوع هذا كتير قليل بس بالعكس اذا نحنا بنتخيل شكل الكيلو هذا هو كيلو من الدهن تخيلي ليلك فاذا انا بحكي عن كل هاي الكمية هي كيلو من الدهن فهذا شي رائع واحنا ما بنحكي كيلو من الوزن احنا بنركز على انه نحنا نخسر من الدهون بدأنا نحنا بعملية خسارة الوزن اللي بيصير عندي هو كالتالي الخلايا الدهنية هي زي اكياس زي بلونات هذا البلون بيتعبى بالدهن لحد معين لحد بيكون بده ينفجر قبل ما ينفجر هاي الخلية او هذا الكيس من الدهن بروح الجسم بينتج كيس جديد وبالتالي كل ما انا بزيد بالوزن الجسم بيتأقلم على انه بينتج خلايا دهنية زيادة لحد ما تكتفي هاي الخلية او تفول بالضبط بالدهن بروح الجسم بينتج خلية جديدة ولكن بحالات خسارة الوزن العملية ما بتصير نفس الشي بيبدأوا يتفرغوا هدول الأكياس ولكن لما يتفرغوا ما بيختفوا ما بيروحوا ما بيموتوا فبتظل هاي الأكياس الدهنية عم تتفرغ ولكن موجودة كل ما هي عم تتفرغ كل ما عم بدق عندها ناقوس الخطر أنا ليه عم بتفرغ مني الدهن أنا ما بدي أتفرغ مني الدهن فبالتالي بيصير الجسم يفرز كميات أعلى من هرمون الجوع فبالتالي الخلايا الدهنية الموجودة عندي بالجسم بتخليني أشعر بالجوع أكتر كل ما بيتقل فيها مستوى الدهن وكل ما بتبلش تصغر بالحجم عشان هيك بأول فترة من البرنامج أنا بحس حالي متنشط كتير بعد شهر شهرين بحس حالي دايما جعان بقولك كتير دايما بنسمع أنه أنا 24 ساعة جعانة أنا عاملة دايت بس دايما جعانة لأنه الخلايا الدهنية عم بتصير تفز كميات أعلى من هورمونات الجوع هون أنا الضروري حتى أقلل نسبة الست بادي ويت أو اللي هو الوزن اللي الجسم معتاد عليه وبحاول أنه دايما يحافظ عليه لازم أني ألجأ لطرق ذكية أني أقدر أقنع جسمي أنه أنا مش كتير جعان هلأ وبنفس الوقت أقدر أتعامل مع هورمونات الجوع الحل مش أني أحرم حالي من الأكل أشرب شربة والفوف أعمل دايت التمر واللبن كل هاي الطرق اللي الناس بلجأ لها للأسف هي خاطئة الحل أنه أنا ألجأ لأخذ أشياء تعطيني الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالي بنقدر أنه نحن نفهم العقل أنه أنا أوكي هيني عم بأكل أنت عم تطلب مني أنه أنا عم بأكل وأنا عم بأكل ولكن نوعية الأكل هي اللي بتفرق بنركز بهاي الفترات فترات الجوع المفرط على أول إشي الأسباغول على شكل مكملات غذائية هم ألياف طبيعية بينفشوا بالمعدة بيعطوا الشعور بالشبع لفترة أطول مادة هلامية بتتشكل بالمعدة فبالتالي ما لها أي أضرار جانبية لأنها مادة طبيعية ألياف طبيعية ولكن تعمل مادة هلامية بتنفش بالمعدة بتعطيني الشعور بالشبع لفترة أطول شريطة استهلاك كميات كافية من السوائل مع هذه العشبة لحتى أقدر أنه أنا أحسن عملية الهضم وما يصير في عندي انسداد بالأمعاء لأنه إذا أخذ كميات كبيرة بدون سوائل ممكن تأدي إلى انسداد تركيزنا بهذه الفترة ليلك بدون يكون على الخضروات على الفواكه على كل الأغذية اللي نحن نسميها نيوتريانت دنس فودز أغذية مليئة بالفايتامينز بالمينرالز بالبروتينات في بعض الحالات ولكن تعتبر قليلة بالسعرات الحرارية مقارنة مع الفائدة الغذائية وثالثا بدي أركز أنه أنا أمارس الرياضة لأنه الرياضة هي اللي بتساعد على تقليل من هرمونات الجوع وزيادة إفراز هرمونات الشبع وخصوصا في الوقت اللي أنا بلعب فيه رياضة يعني نادرا ما تسمع حدا هو بلعب رياضة بس بيكون جعان صحيح خلص الجسم بيصير فيه عنده أولويات أخرى يركز عليها فبتصير الأولوية هي الرياضة وتغذية الكتلة العضلية طبعا الرياضة خلال فترات تقليل السعرات الحرارية تعتبر رائعة لأنه إحنا بس نستنزف مخزون الكلوكوس أو الكلايكوجين الموجود بالكبد بيصير الجسم يلجأ للخلايا الدهنية لحتى ياخد منها دهن ويحول هذا الدهن إلى طاقة ليقدر الجسم يستخدمه خلال ممارسة الرياضة نعم طبعا إذا نحارب يعني إذا بنحكي ثبات الوزن هاي المرحلة اللي الأغلبية بيمرؤوا فيها إذا مش كلياتهم فكيف بنقدر نحارب هاي المرحلة أوكي في أسباب معينة إحنا بنوصل فيها للبلاتو والسبب الرئيسي بيكون أنه أنا اتبعت نظام غذائي غير صحيح أدى إلى خسارة الكتلة العضلية والحفاظ على الكتلة الدهنية فبالتالي أنا شو عملت؟ صحيح أنا نزلت عشرة كيلو ولكن بعد ما هدولي نزلتهم العشرة كيلو نسبة حرق السعرات الحرارية الموجودة عندي بالجسم أولا إحنا بنسميه الريستيج ميتابوليكريت مستوى الأيض الأساسي للأسف انخفض فجسمي كان يحرق قبل 1700-1800 سعر حرارية يمكن 2000 هلأ صار 1500-1300 فقال عندي حرق السعرات الحرارية فأسباب البلاتو أولا أنه بيكون في عندي ثبات بالوزن بسبب قلة حرق السعرات الحرارية اللي بتنتج عن خسارة العضل فبدي أرجع أعوض العضل لازم أرجع أمارس الرياضة ثانيا أسباب البلاتو والالتزام على نفس البرنامج الغذائي لفترات كثيرة طويلة أجسامنا أذكى مننا بكتير على فكرة شو ما نحن بنحاول نعطي الجسم أو نعمل مع الجسم رح يلاقي طريقة أنه يعمل ضل كاشفنا أيها إكزاكتلي ريباوند خلص أسبوع عشر أيام أسبوعين كحد أقصى بعدين لازم أني أغير البرنامج الغذائي لحتى الجسم عم بيضل يحرق السعرات الحرارية أنوع ما بين مثلا أعمل الصيام المتقطع من بعدها بفترة أعمل إشي قليل بالنشويات بعدين ممكن أرفع النشويات بعدين ممكن أعلي البروتين ممكن ألجأ أنه أنا أعمل برنامج فيه وأوقات معينة عم باكل فيها فبالتالي أنظم إفراز البنكرياس ففي عندي ثانيا أني أنا أغير نوع النظام الغذائي ثالثا أرتكز على الفحوصات الدم لحتى أشوف هل في عندي نقص فيتامين أو معدن معين عم بيؤدي إلى بطء بالحرق مثل البويتمين دي أو الزينك أو السلنيم رابعا بدي أركز على فكرة أني أنظم الوجبات وأركز على نوعية الغذاء وليس عد السعرات الحرارية أو فقط معالق الطعام من الأرز أو توزين الأكل وأخيرا ليلك بدي ألجأ للمكملات الغذائية اللي عم بتساعدني أني أشعر بالشبع لفترة أطول وبنفس الوقت أقلل من الشهية نعم إذن شكرا لوجودك مانا رند الديسيا خصائط التغذية العلاجية وشكرا لكل المعلومات اللي أدمت لنا ياها شكرا لك